أسمع وجهة نظرك للأسف يعني أنه أنا في جلسة كانت مشتركة لمجموعة من اللجان خرج رئيس العقبة الاقتصادية الخاصة ومدير الموانع يعني اعترضوا وما جلسوا معنا وكان موجود وزير عمل وكان موجود وزراء آخرين للأسف الشديد هذا نتيجة تغول الحكومة وضعف مجلس النواب يعني أنا لا أجلد نفسي أنا واحد من هذا المجلس بس هذه واقعة وشيء على أرض الواقع أن لا يأتي أمين عمان واللجنة مجتمعة لجنة النزاهة وبعد ذلك يتحدث شخص معاه وبعدين بيقول له والله أنا شو يعني احنا نلعب مع بعض يعني قلول بالشارع هذا مجلس نواب هذه سلطة لا يجوز أن نتحدث نقول أنه والله بالنظام الداخلي ما عندنا الإمكانات لمحاسبة المسؤول لا عندك الإمكانات انت عندك إمكانية طرح الثقة بالحكومة كيف ما عندك الثقة لمحاسبة المسؤول نلعب مع بعض احنا جايبينه مشان نسأل أسئلة مهمة جدا في كثير من القضايا في اللجان أن لا يأتي مسؤول لا يجوز بأي حال من الأحوال يعني هذا اعتداء من سلطة على سلطة أخرى وتغول من هذه السلطة على السلطة الأخرى أداء مجلس النواب للأسف الشديد في الفترة السابقة كان ضعيفا ورئيس مجلس النواب أخذ المجلس بالكامل إلى صالح الحكومة وكثير من التصويتات فيما يتعلق بتصويت الثقة وفيما يتعلق بتصويت الموازنة وفيما يتعلق بكثير من المفاصل المهمة في مشاريع القوانين كانت تذهب لما ترويديه الحكومة وكان هناك زملاء يغيبون باستمرار يعني احنا 75-76 زميل احنا نعرف هؤلاء الذين يأتون لأجل التصويت فقط لما الحكومة بدها موضوع معين تمرره يجوا هذول فريق الإقصار تصدق الرئيس المجلس فيهم طيب أنا أحكي في موضوع التصويت في موضوع العد في موضوع طريقة التصويت كثير من الأمور للأسف الشديد يا أما انصارح انصارح مجتمعنا الأردني بالحقائق التي تتم يا أما أنه يحل هذا المجلس لأنه والله العظيم حل هذا المجلس أحسن من وجوده طيب وما البديل نرجع إلى الحلقة المفرقة بالتجاوض يا أخي طيب خلينا نحكي يعني ياب نحكي ما منحكي طيب أجوك دكتور أسف تفضلي تفضلي قال لي تفضلي تفضلي هذا الضعف عملية حل مجالس النواب عملية التجرؤ بأن هذا المجلس النواب يأتي ويذهب هكذا عندما يكون هناك مجلس نواب يعرف الجميع بأن هذا المجلس سيكمل مدته الدستورية هذا ما يعطي المجلس قوته وحصنته ويبقى المجلس النواب قادرا على ممارسة مهامه دون أن يبقى سيف الحل مسلطا مين اللي بيحدد اليوم هذا مطلب مطلب دكتور أسف لكن حقيقة ما ليس موجود هذا مطلب إذا كان غير راضي لماذا لا يقدم استقالته إذا كان غير راضي عن أداء المجلس وعن وحس نفسه بأنه عاجز وغير قادر عن إكمال رسالك أنا نائب قوي وأدي عملي التشريعي والرقابي على أكمال وجه أكيد لسه عاجز أنا أوصف حاله وصف حاله من داخل هذه الحالة أرجوكي وأنا أرجوك العاجز 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 الذي 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 ساعد رأيي هذا هذا المجلس جاء من التشريعي اختيار الشعب هذا اختيار الناس هذا يجب أن يتحمل الجميع مسؤولية الإتيان بهذا المجلس علينا جميعا أن نعترف بأن الحل لا يكون بحل مجلس النواب علينا أن نعترف بأن الحل يكون بإنتاج قانون انتخابات عصري وقانون انتخابات قوي يمثل الشعب الأردن دموغرافيا وجغرافيا وتنمويا بطريقة صحيحة صحيحة وسليمة لو سمحت بأن أكمل فكرتي وأن يكون هناك مجلس نواب يأتي عن طريق الأحزاب والكيانات السياسية حتى يكون هذا المجلس قادرا على أن يمارس دوره ولكن تقول لي بأن رئيس مجلس نواب لماذا يأتي هل هو زعيم حزب في المجلس هل له الأكثرية في المجلس حتى يجر المجلس باتجاه الحكومة أو يجر المجلس بعدم اتجاه الحكومة علينا أن نعترف بأن الحكومة تعمل مع النواب كأفراد داخل المجلس علينا أن نعترف بأن الحكومة تعمل مع النواب كأفراد وتحاول الوصول لهم كأفراد وبالتالي هذا حقها وإذا أردنا أن نلوم أحد فلنلوم كل شخص وكل نائب على مضاق أنا عندي سؤال وسؤال صريح وجاوبيني بنعم أو لا نعم هل مرت الحكومة كل ما تريد من خلال مجلس النواب نعم أو لا بس لا